برنامج من دليل هو نظام يقوم بتنظيم وتصنيف المراجع وفهرستها بأي أسلوب نسلي بالفهرسة المعروفة طبعاً هو يساعدنا على تنظيم جميع مراجعنا سواء كانت طبعاً أوراق علمية كتب ويب سايت مواقع أين كان نوع المرجع راح نستخدمها في ورقتنا العلمية أو في بروحتنا أيضاً تقوم بإضافة التعليقات على ملافات البي دي اف وهذا طبعاً تعتبر ميزة رائعة في المندلي يمكن أيضاً يمكن الباحث من التنقل عبر مكتبته الشخصية بسهولة وراح نشوف إن شاء الله كيف أنه الباحث يقدر طبعاً يتلقى بين المراجع بشكل يسير وأيضاً يقدر أنه يعمل له أي تعديل كان وأيضاً يتم عرض المرجع بأي شكل كان يتيح العمل أيضاً مع الزملاء الباحثة عن نفس الباحث عادي يكون فيه شيرينج يكون فيه طبعاً اللي هو مجلد مشاركة بينك وبين طبعاً يمكنكم إضافة الأوراق العلمية ومشاركتها مع بعضكم البعض إضافة التعديلات إذا كان طبعاً التعديلات اللازمة نوتز تعديل على نفس الانفورميشن الموجودة في الورقة العلمية أو الكتاب أيضاً يتوافر طبعاً هو متوفر في أغلب أنظمة التشغيل مثل ويندوز وماك طبعاً نتكلم عن مميزات وعيوب برنامج مندلي مثل أي برنامج أكيد أنه فيه مميزات وعيوب طبعاً مميزاته هو التنظيم وتصليف المراجع بشكل طبعاً يا أما بتكون على حسب اسم الأوثر ولا التايتل ولا وقت إضافة المراجع هذه رح تنضمها لكم بشكل جميل عرض معلومات المرجع بالتفصيل الممل رح تشوفون كل المعلومات عن هذا المرجع مشاركة المراجع مع باقي الزملاء واجهة سهلة الاستخدام سهلة ما فيها أي تعقيد يعتبر هو يوزر فرندلي أيضاً سهولة البعض عن المراجع ذات الصلة طبعاً إذا كان فيه تايتل يعني مراجع متعلقة أو نقول مراجع تكون يعني قريب العنوان نفسه قريب مجموعة مراجع رح تكون سهلة أنك تبحث عنها هذا رح نوريكم إن شاء الله كيف أيضاً يعبر التايتل يعبر طبعاً الكلمات مفتاحية موجودة في المراجع العيوب هنا المشاكل عندها عملية المزامنة عبرها جهاز متعددة هذا عندنا مشكلة طبعاً لما تروح أنت تستخدم البرنامج من جهاز مثلاً ماك جهاز ويندوز هنا قد تحصل مشكلة أنا رح أوريكم مشكلة حدثت طبعاً قبل شوي حدثت معي لما أنا حاولت أن أعمل إنستوليشن للمندلي عبر الويندوز ما رضي يفتحه شوي حس فهذا قد تحدث أيضاً مشاكل في نظام البرنامج يمنع عملية المشاركة قد تكون في مشكلة مثلاً أنت ما عندك مشكلة بس زميلك هنا مشكلة في إضافة مرجع ما في مجدد المشاركة قد تحصل هذه المشاكل مشاكل تكرار المقالات موجودة في مشاكل تكرار المقالات لكن فيه خيار طبعاً لتفادي عملية الدبليكيشن أيضاً نسيان استشهاد على جملة ما قد يربيك عملية ترتيب باقي المرجع ومراجع هذا قد حصلت يعني مسبقاً أنه نسيت أن أضيف مرجع فيه على نص معين وللأسف شوي حاسلي باقي المراجع من خلاني أضطر أني أو نقول ترتيب المراجع من خلاني أني أرجع مرة ثانية أرتب المراجع من جديد فهذا قبل ما أنت تضيف أي نص تأكد أنت من أي تستشده من أي مرجع بالضبط عشان يعني تكون المراجع مرتبة بشكل صحيح أو مرقبة حتى بشكل صحيح على حسب نوع نمط الفهرسة راح تستخدمها طبعاً برنامج مندلي مجاني على عكس بعض البرامج زي النوت النوت نعرف أنها غير مجانية بس يعني يمكنك الحصول عليها من التفنيكل سابورت عندك بالقسم أو بالكوليج تقدر تأخذها يعني ببلاش بس أنت تقول أنا برح يعني أبي أحملها بجي جهاز الشخصي لا هذا لازم تدفع لها يعني راح تكون يعني بتكون غير مجانية أيضاً فيه برنامج آخر فوركس وزي تيرو وهذه كلها برامج يعني مشابهة للمندلي يعني تقريباً يعني بنفس الفكرة بس المندلي أكثر شهرة يعني عن باقي البرامج ناخد الآن مثال تطبيقي بس أتمنى يعني الله يعطيك العافية من اللي يتكلم معي من عضاء النادي السعودي أهليني دكتورة حياكي تفضلي مين معي الله يسعدك علي علي القرني هلو سهلا أخويا علي كيفك مفعل الشات مفعله طيب خلاص أتمنى من الجميع يكون يعني تفاعل معي الآن أنا راح أفتح مدري ذا راح أفتح الآن صفحة الويب بس دقائق أنا بالجميع يتفاعل معي الله يسعدكم عشان الفائدة تكون أشمل واضح واضح دكتورة طيب هذا يا بنات هذا متعودة على طالبات الشاشة الآن تشوفونها هي صفحة مندلي أول حاجة راح نسويها اللي هو نعمل داونلود عشان نقدر حنا نعمل تحميل أي يعني نسخة حنا نبيها أو طبعا أو دبل هذا نعمل لنا أكاونت create أكاونت أبي الآن الجميع يعمل create أكاونت طبعا اللي حمل ما عنده مشكلة بس اللي ما عنده لسه طبعا راح ينقلك إلى صفحة السفير طبعا السفير هي شركة دور نشر مشهورة تعاونت مع مندلي من أجل طبعا إضافة أي مرجع راح تنشرها في دور نشر مندلي ومجلات دور مشهورة مندلي دايريكتلي راح أو توماتيكلي راح يتخزن في مكتبة مندلي أو مكتبة انت الشخصية فبتكتب هنا الإيميل الشخصي المسبلية خلوني أنا أريد عندي أكاونت بس تكتبون هنا طبعا الإيميل الشخصي والباسورد راح ينقلك على السفير من أنا أريدي عندي الأكاونت بس سبي أطلع منها راح أرجع بعد الكريت أكاونت راح تعمل داونلود أوكي يعني تختار النسخة اللي راح طبعا تستخدمها أو نقول المك يعني نسخة البرنامج اللي أنت ودك يعني تحملها في جهازك طبعا هنا عندك أنا مسبلية جلسة الآن نستخدم المك بس عندكم هذه نسخة المندلي Referencing Management for Windows راح تكون عندكم نسخة برنامج مندلي موجودة في على أجهزتكم البي سي وهذه أحسن لازم تكون عندكم وفيه طبعا اللي هو for Linux موجودة نسخة Linux أنا عني مثل ما قلت Mac طبعا راح هنا يوضح لك اللي هو المندلي Referencing Manager اللي هو تعرف عام عن المميزات المندلي برنامج مندلي وخلافه راح عني أنا طبعا خلاص أنتم الحين سويتوا download عملتوا download نابل رابط الله يعافيك طيب خلينا رابط موجود الرابط في عبير ما قصرت حطة الرابط الله يعزي طيب ممتاز أيوة كلكم 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 فتحت الرابط أبي تفاعل أبي تفاعل هل أستجب شخص إيميل جاء لا يفضل إيميل الجامع طيب طيب ممتاز الآن راح عني أنا مثل ما قلت أنا أريدي عندي أكاونت في مندلي راح عملت أكريت أكاونت أنشأته حساب أكاونت الجامعة عندي هنا بس أعتقد أنه عادي لأنه أريدي راح يكون عندك إيميل أصلا إيميل خريج بس إيميل خريج راح يتغير فأكاونت أعتقد أنه يمكن عادي بس أني أنا ما استخدمت الإيميل الجامعي الإيميل الحالي خلق طيب الآن راح أعمل sign in لدخل لهذا الإيميل قلت أنا بخلصنا صراحة الباسورد عندي طبعا هذا هو الأكاونت حقي بها طبعا هنال sitting و هنال privacy أنا بس أقفل الـ chat من الضبط كاملة هنا معلوماتي أنا الشخصية وهنا scopus profile تضيفي فيه هذا طبعا رقمي أنا وهو scopus author identifier والأكاونت وكل المعلومات الشخصية نعم أنا راح ننتقل معكم لل library اللي هو مكتبتك أنت شخصا اللي أضفت فيها المراجع المختلفة طبعا هذا هو الصفحة الرئيسية بتشوفون نفسها بس على أكثر tools في نسخة الwindows فزي ما أنتم شايفين الآن عندنا صفحة اللي يعتبر زي workspace راح نشوف فيها مراجع مختلفة أضفتها طبعا ضفتها manually as a folder تأخذنا كاملة أو وحدة وحدة عبر سحبها للصفحة الworkspace طبعا وهنا عندنا راح نشوف طبعا في معلومات كاملة اللي هو عندكم هنا الفيفوريت تضغطين عليها راح هذا راح تنقلني إلى مجلد التفضيلات الفيفوريتس هذا اسم الاثور هذا اليير وتاريخ النشر وتايتل عنوان الورق العلمية ويضا السورس ما نحن جبناها طبعا أي مجلة نشرت ومتى أضفت هذا الورق العلمية طبعا recently added ايش هي المجلات اللي تو أنا أضفتها عندي أريدي تو قبل شوي أضفت ملفات recently read اللي طبعا تم قراءتها مؤخرا الفيفوريتس زي ما أنا أشرت لكم طبعا من خلال الضغط على آيقونة نجمة و طبعا هذه المجلات اللي تم نشرها من قبل المؤلف و و طبعا إذا لما أنت تحذفين أو تحذف اللي هو الملف طيب طبعا delete a reference أوكي وهذه طبعا المعلومات ما تضغط الآن على الرابط أنتم معي أنا طبعا شوية قاعدة أسرع معي أبي أشوف الجميع معي طيب طيب طبعا لما أضغط الآن على الرابط راح نشوف هنا معلومات الورقة أو العلمية أو المرجع نشوف هنا هو ال طبعا هنا اسمي واسم المؤلف طبعا أسماء المؤلفين ال وهنا تضيفين أنت أي شيء مثل تضيفين أي شيء تاج نيم كي ورد اللي تفضلين طبعا فايلز وهنا اليور التضيفين طبعا هو رابط المرجع اليور وهنا طبعا ال digital object identifiers موجودة طبعا زي هو مكتوب DOI وال ISSN هذه كلها طبعا معلومات الورقة العلمية معلومات كاملة أيضا عندنا annotation شروحات تضيفين notes عليها تكتبين مثلا أي شيء أعجبك مثلا موضوع الورقة العلمية تكتبين نقطة مثلا this article 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 شد مثلا يعني in my كذا وتقدرين تختاري عندكم بخيارات طبعا جربتوها جربتوها معي الحين كيف تنضف هذه الأبحاث للمكتبة طيب أول حاجة خلوني أنا references طبعا add new من هنا من هنا من يا files طبعا هل خلو نوريكم بس version يعني هذه رح وريكم version website رح ننتقل إن شاء الله نسخة الwindows نشتغل عليها طبعا الفيز هذا from your computer تختارين أو تختار articles طبعا موجود عندكم أي مجلد موجود هنا articles تضيفين يا أنه تسحب أوكي طبعا هنا مش ظابط أوكي بس تختارها طيب طيب تختارها أو تختارينها مثلا هني اختار أنا واحدة upload أوكي أو معي معي طيب أيضا في خيار ثاني ترى importer libraries يعني تستوردون مكتبات مختلفة طبعا من endnote notes pip text طبعا هذه كلها formats للملفات التي تستخدم هذا النوع كل هذه نقدر هذه نعملها import حتى إذا عندنا برنامج منظم مثل مندلي نقدر حنا يعني ناخذ الملفات من عندهم نستوردها ونصدرها عادي جدا إذا كان عندك أكثر من برنامج لتنظيم المراجع كمان طبعا هنا add entry manually هذه ما حصلتي مثلا على سبيل المثال عندكم أوراق علمية كتب scan نحن نقول scan book مصورة بشكل عام ما مهي مهي متحول إلى pdf فإيش الطريقة تحطين هنا اللي هو identifier number وتختارين مش نوع هاتبين مثلا set book section طبعا نحن عارفين البوك فيها أكثر من مؤلف تقدرين تختارين أنت حتى section حق البوك أو تختار section book طبعا لمؤلفين ما تختارها أو حتى أي مرجع report نحن بالعادة journal articles بس يعني فيه أنواع مختلفة من المراجع نقدر نختارها title الشيء طبعا هذا رح تعبونها من يوالي يدويا authors journal year volume month تاريخ النشر اللي هو الشهر واليوم والabstract اللي هو طبعا المستخلص المستخلص الورقة العلمية تنسخها كاملة وتضيفها هنا وهذا pages وخلاص بل نadd entry ايه حلو الحد الآن اوكي في أي سؤال في أي سؤال طبعا طبعا هذا الآن collections هذه عبارة عن أنشأت أنشأت folders على أساس عشان أنضم مراجع لأنتم زي منشب شايفين ترى كل المراجع موجودة يعني كل شيء موجود أنتم تابعون لا صنفينها أو تصنف إلى مراجع لموضوع لموضوع ما أنا عني مثلا صنفتها إلى deepfakes أو deepfake يعني topic وعندي مثلا AI topic أنت تصنفينها وتضيفين فيها اللي هو الأوراق العلمية بمثال AI أنا أضفت فيها أوراق معينة deepfake نفس الكلام أنا أضفت فيها أوراق معينة يعني أنتم تسحبونها وتودونها لل file لل folder اللي طبعا نقول الحين المراجع المتعلقة ب مسمى هذا folder يعني مثلا fake هنا أبعلا نشوفها هنا بس نقلها أوكي خلنجرب مرة ثانية عشان يكون أوضح هذا deepfake وإن اخترتها حظيم هنا جميل أسحبها ووديها لل folder في أي سؤال سؤال استفسار معي الجميع جالسي يطبق معي collection غير مفاعلة لدي كيف غير مفاعلة موجودة أكيد لازم تكون موجودة collections طبعا أنتم تضيف أكثر من folder عادي رح نشوفها في windows windows يعني أكثر سهولة يعني أكثر قابلية لعمليات التعديل رح نشوفها إن شاء الله هذه الgroups الgroups هذه أنا سمتها طبعا group hero أضفت فيها أنشأتها ومثلا تقدرون تضيفون فيها المؤلفين يعني يودكم يتشاركون معكم بنفس الفايلز إذا كان طبعا فيها أكثر مثلا ورقة علمية يعني ورقة علمية لكن فيها أكثر من مؤلف وودكم تتشاركون هذه الأوراق العلمية book section whatever تتشاركون وتتشاركون وتتعدلون عليها تقدرون تنشؤون groups وتسمونها بأي مسمى أنتم تفضلون هذا الآن مش إلا موجود والله هذا موجود أضغط عليها أضغطوا على new collection أضغط عليها أضغط على enter أشي الفرق collection وgroup collection هذه الفولدرات الفولدرات اللي أنت تنشئينها لك أما groups يعني أنت تعملين مشاركة للملفات اللي عندك مع مؤلفين آخرين other authors هذا الفرق يعني هنا تضيفين تصنفين هنا هنا كل يعني خلطة بلطة كل المراجع أنت هنا تصنفين ها حلو طيب الهيروز هنا طبعا نفسها groups تسمينها بالمسمى أي شي أنتم تضعون أي group طيب يعني enter هي ورائعة حركة group مرة حلوة وتريحكم مرة تريحكم خاصة أكثر من مثلا من مؤلف رح ترسلي لو تحس خلص أنتم عندكم نفس البرنامج يعني كلكم تتشاركون نفس المراجع AI group إضافة الملفات من قبل إضافة اليدوية الإضافة اليدوية إذا كان يعني مثلا في أوراق علمية قديمة من 2000 وما قبل 2000 قد تكون مصورة جي بي جي يعني تكون الفورمات حقها يعني على شكل صورة هذي ما تقدرين تعبين فيها ما رح طبعا يقول التفاصيل الورقة رح يتعرف عليها برنامج مندلي باستخدام اللي هو Digital Object Identifier اللي معرف الكائنات هنسميها طبعا ما رح يتعرف عليها فإيش الطريقة المثلة الطريقة المثلة أنك تعبينها يا هدوي إيه إن شاء الله هذا يا يا أخ وليد إن شاء الله هذا رح نرح 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 على قولتهم بس أعرفكم على برنامج مندلي وكيف إحنا رح نسوي إن شاء الله على نص في ملف وورد طيب في أي سؤال حد الآن كلكم معي تمام كلكم تمام هذا الآن نحن جالسين نشوف نسخة المندلي على صفحة الويب الآن قلون يا دكتور نورة طيب نبي نسخة الويندوز وبين بينكم الويندوز هو الأحسن صراحة ورح نشوف طبعا نسخ أخرى من برنامج مندلي على الويب وعلى الويندوز يعني تقدرون تحملونها ترافي أكثر من نسخة يسمونها distributed programs distributed programs يعني نسخ موزعة على يعني على نقول أجهزة وأماكن يعني أخرى فنروح الآن نعم نعم يا هناء رح أوريك الآن هذا إذا صار عندك نسخة ويب خالي أوريك بعد رح في نظام المزامنة synchronization يعني تشوفون كل الحين الملف مثلا أضفتها عن طريق الويب ولا ولا أضفتها عن طريق الجهاز الكمبيوتر ولا كلها رح تشوفونها في كل مكان كل المراجع سواء عن طريق الويب ولا عن طريق الجهاز رح تحصلونها موجودة في المكتبة نعم 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 فايدة جروب نتشاركينا مع أشخاص آخرين بدون ما ترسلين الأوراق العلمية واندرايف وعلى الإيميل ويحصل ما يحصل لا هذه خلاص يعني تروحوا ترسلين اللينك طبعا إذا كانوا عند نفسه المندلي برنامج مندلي خلاص automatically رح يجيه الرابط رابط المشاركة وراح يشارك معك عبر إضافة طبعا أوراق علمية أخرى ممكن أن تعدلون على يعني تشوفون أجزاة من ورقة ودكم أنكم يعني تعدلون عليها طيب الآن وراح أوريكم اللي هو نسخة الويندوز أنا بس بطلع من النسخة عشان بتخلكم عليها كني معكم طيب معي الجميع معي كلكم معي طيب هذا الآن رح أفتح نسخة المعذرة نسخة أنا طبعا حملتها عندي رح تظهر لكم بهذه الأيقونة موجودة على سطح المكتب رح أفتحها رح تدخلون الحين نفس الإيميل التي سجلت فيه رح يظهر لكم طبعا هنا نسخة مكتبة مندلي عندنا على الويندوز رح تظهر لكم الرسالة أنا قد حملت ريفرانس مناجمنت مانيجور عندي هنا طبعا غير مفاعلة هذا رح نتكلم عنها هذه ردي موجودة عندي بس لسه رح نحملها سوا اللي هو وفي طريقة أخرى لو نحاس معكم اللي هو التنصيب الورد فيه بعد طريقة أخرى طيب هذا الآن رح يهذا طبعا زي ما نقول هنالشروحات توضيحية للبرنامج زي ما احنا شايفين يا إخواني وخواتي اللي هو صفحة المندلي نسخة الورد رح نشوف هنا قوائم قوائم مختلفة طبعا نقول نسخة الويندوز يختلف عن نسخة ماك رح نشوف الآن كلكم فتحتوا نسخة الويندوز كلكم أبيكم تفتحون نسخة الويندوز موجودة موجودة في داونلود صفحة الويندوز اللي فتحناها كلكم كلكم حملتوا نسخة الويندوز أبي الجميع يكتب لي تم لم يكتمل التحميل بعد طيب أنتظر أجل أنتظر دقيقين طيب خليني أطلع من هذه وركية اللي ما شافها في البداية من هنا أنتظروا الشاشة للي ما حمل أي ومن هنا من داونلود من داونلود موجود موجود أنا ترى يعابير نسخة ماك أنا جلس أستخدم نسخة ماك نفسها يعني مشابه زرته أنا استخدمه كمان أنا استخدم ريفوركس وكلهم أستخدمهم من داوني يعني مشابه بس من داوني أشهر ما رح تتعبين يعني يدعم في استيراد وتصدير الملفاء يعني يدعمها بشكل أكبر من زترو زترو بس أنا أستخدمها جيدة جيدة يعني من فين أفتح نسخة ويندوز إذا نسخة ماك مفتوحة من هنا من هنا يا هذه طبعا نسخة ماك بس عندك هنا هنا مكتوب Other Systems من داوني ريفورنس منيجر في الويندوز ومن داوني ريفورنس منيجر في اللاينيكس هنا موجود عندكم أنا عني عشان هو أريدي تعرف على جهازي فجهازي ماك أنا أريدي موجودة بس أنتم اللي عندها ماك هنا اللي عنده مادي الويندوز هذا هذا هي نسختها وهذه اللاينيكس اللاينيكس الغالبية ما أحد يستخدم للاينيكس يستخدمونها كنظام في الشركات كلكم حملتوا الكل حمل صمت عارمها لا يعبير يعني ما عرف يعني نفسه ما في فرق اختلاف بعض ماك الايقونات يمكن تظهر الايقونة موجودة في ويندوز ما تصر ماك بس نفس نفسه لأيقونات بالنهاية كانت لا 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 اضيف الويندوز البريد الليتراني والوزر الوزر و الوزر الايمايل والPassword إيوان ميتو إتوانت download already downloaded in the Mac version لا ما ما ينفع أنت جهازك أبير أنت جهازك Windows ولا Mac هلو الله دكتور أتميني نعم سوري بس قلت أكلم أوضح جهازي Mac بس already downloaded المندلي version للMac قبل قبل زوم والآن مو راضي يفتح ليش ما هو براضي يفتح عندك It says it's already downloaded طيب خلاص downloaded عندك هيها موجود أنا بس الحين فأنا أشرح للأشخاص اللي already ما عملوا download لكن إذا كان downloaded خلاص أنت وابعك في السريم لا هي تقول موجود كيف الرابط الأول ما يشتغل من اللي مصبوط عنده اللي موجود already downloaded خلاص بس اللي ما هو downloaded يعني يحملها عشان نمشي سوا كيف يكتب لي أن الويندوز ما يفتح لأنه ماك ما يدعم لا 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 يا عالم يا عالم ترى هذا شوفوا هذا نسخة الحين إحنا لازم تنزلون النسخة الصحيحة لنظام التشغيل اللي هو نظام جهازكم الحالي أول حاجة قد يحتعظ بين مندلي و اند نوت إذا كله محمل الجهاز الصحيح لا ما له دخل لا أنا كنت أستخدم اثنين مال ما ليصر في تعارض ما له دخل أنا حتى أستخدم زتيرو وكان جهازي عندي جهاز آخر وما كان في مشكلة طيب شوفوا هذا الآن تضعي داونلود نوفر ماك هذا ماك هذا للويندوز انتو إش أجهزتكم أنا جهازي ماك أنا عندي نسخة نسخة مندلي ماك لنظام ماك نسخة مندلي لنظام ويندوز هذا هو نسخة مندلي لنظام اللينكس هذا هو تحملون النسخة الصحيح لنظام التشغيل المحمل على أجهزتكم ما ينفع رح يكون في تعارض وراح يفتح بس إن شاء الله إنه المعلومة وصلت جهازك ماك يا هيفا خلاص هنا go for this لا تروح لن ويندوز رحي هنا الباقي الباقي أوكي نعم 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 يا سارة نعم أيوة كلكم تمام حلو 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 طيب يعني عشان بس أكون مرتاحة إن الجميع محمل طيب أنا الآن أنتوا زي ما أنتوا شايفين الآن صفحة النسخة مندلي أمامكم طبعا أنا زي ما أنتم شايفين اللي هو نسخة الماك عندي طبعا ويندوز أبدت يختلف شوية عندهم هنا في عيقونة السايت أنا ما عندي يعني مش موجة في الماك خلينا أعرف على أعرفكم أكثر الصفحة لأعمل كده جولة سريعة إذن ما قلت هنا في تبويبات لبرنامج المندلي هنا الفايل فيها add files تضيفين ملف ملف على حدة individually ممكن add folder folder كامل بالأوراق كامل تضيفينها أو تعملين أو عادي جدا تعملين اللي هو سحب للمجلد أو الملف رح ينتقل معك ما عندك مشكلة يعني يعني خلنشوف أنا وريتكم تقريبا هناك لفس الفكرة طبعا add entry manually نفس اللي شفتوها في الصفحة في الويب import تعمل import لملفات موجودة في مكتبات أخرى طبعا هنا rename the document files synchronize library اللي هو تحملين مزامنة للمكتبة إذا صار طبعا في ملفات موجودة عندك في صفحة الويب ومش موجودة عندك في الويندوز تعملين synchronization اللي هم عملية المزامنة edit تعملين تعديلات copy 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 as عسب formatted citation latex citation command pip tick طبعا paste select all كل هذه الملفات new folder new group يكونوا موجودة هنا راح تعرف عليها طبعا راح تحصلون هناك خيارات في القوائم في خيارات already موجودة على اللي هو شريط يعتبر الأدوات الموجودة هنا اللي هي الاختصارات وقد تكون موجودة already في القوائم الجانبية هذه يعني ما يحتاج يا هنا يا هنا view طبعا طريقة تعرض اللي هو صفحة المكتبة وطبعا الملفات الموجودة والنوع styles كيف تتبع library as a citation or tables فضل طبعا tables خلوها وهذا نوع النمط الفخرة الساعة انتوا اشتبون هتكون طبعا عني أنا عشان تخصصي يعني مجال engineering وحتى computer science يستخدمون IEEE في الغالب لكن التخصصات التربوية يستخدمون Harvard و Harvard وAPA وطبعا حتى التخصصات اللي هو business administration فقط business وما APA الخصصات التربوية اعتقد انه Harvard وفي Chicago وفي ميش يعني كتير كتير styles هذا مور styles هذا موجود المتوفر وعندكم هنا أيضا مور styles أوكي تختارون منها طبعا الأشهر أوكي هنا طبعا هنا citation bibliography تبونها بأي لغة تختارون أي لغة كانت وأيضا هنا for which document types word which documents بأي لغة هنا أيضا بإسم أنسا كلكم معي هنا طبعاً تختارون هنا نوع ممكن ترى شوفوا كل جورنل دور النشر فيها مجلات كثيرة يستخدمون نوع مش موجود هنا فتقدرون تضيفونها بنفس يضيفونها بمندلي برنامج مندلي مع المدودة مع المدودة مع الجورنل والدفولت مع التعريف العام يعني وش هو بالضبط طبعاً هذا هو الطول برنامج مندلي وش الميزة أنه لما تضيفين أيقونة مندلي في على صفحة الويب البراؤزر راح تشوفونها موجود عندي هذا هو أنا قريدي اضفتها هل بمندلي تعمل لا لا يدعم راح تشوفونها موجودة أنا خلوني معكم بس شوف الريوة نحط تلقونها هنا موجودة لما الآن تعملوا انستول ليش ايش ميزتها ميزتها الآن لما الحين بدخل على هي موجودة الآن على ما أنا أفتح لكم صفحة الـ جوجل سكالر جوجل سكالر طبعاً راح تظهر لكم جميع اللي هو الأوراق العلمية جميع منشورة بدور نشر مختلفة تقدرين تقدرين يا أعتقد تقدر أو تقدرين طيب حملوها حملوها إذا ودكم حملوها وما أدر ما أدر شون هذا أنا فتحت بالغلص طيب هل نشوف بس الـ هنا عندكم install web importer وكمان حملو install microsoft word plug-in هذا راح نشتغل عليها اليوم إن شاء الله هذا الاثنين وأيضاً فيه إذا ما نفع إذا صار في مشكلة في نسخة المندلي الخيارات نسخة المندلي في ويندوز عندكم هذا كمان الخيار الثاني get mendلي site أنا وردي عندي هذا إنه صارت لي مشكلة فيها قبل شوي فصار عندي خيار آخر له get mendلي site فجربوا أول واحدة يلا importer كلكم ما بيكم الآن تعملوا لها import تعملوا لها install installation موجود يا عهود راح يتحملك في سفاري في سفاري براوزر tool هنا install web importer أنا أستخدم الحين ماك ضبط معكم من اللي ضبط معه من اللي ضبط معه ضبط ممتاز من اللي كمان ضبط 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 ممتاز وين الباقي 49 ما في الله كم شخصة لي معاي والباقي وينكم والباقي حلو حلو طيب طبعا الآن حين خلاص أنتو كلكم عندكم الآن اللي هو أيقونة المندلي إيش فاعدتها يا دكتورة نورة حين أوريكم بنصخة 64 وحاسوب 32 هو صح 64 ما راح يمشي طيب بس أمشي معنا يا سميحة و إذا كان عندك جهاز في جهازك بالجامعة يعني تقدرين أنت تحملي طبعا هو أريد يكون محمل أو طلبي من الـ IT يحملون هلك طيب بإذنهي تعالى راح الآن ندخل على سبيل المثال عندي راح أدخل على جوجل سكالر هذا الآن جوجل سكالر صح كلكم أدخل على جوجل سكالر على جوجل سكالر طبعا يا حساباتكم يا معنا أنا فاتح لحسابي بس يعني حتى لجوجل سكالر العادي بدون ما تطلع حسابك كلكم دخلتوا على جوجل سكالر دخلتوا على جوجل سكالر الكل أبي أشوف نعم 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 ايوة ابتهال نوها أقدر حمل دراسات من إبسكو إبسكو ما عرف يعني هي ديتابيس نعم نعم طيب الآن بتشوفوا الآن قائمة طبعا أنا حطيت كده تكتبين العنوان خلاص أتفقد ديتابيس عادي عادي ما عندكم مشكلة تغيفهم ملفات ايوة تفدرين عادي طبعا هنا عندنا الآن قائمة ب قائمة من اللي هو الأوراق العلمية رح نضغط على أيقونة مندلي ما قدر نشوف الآن ها شوفونا فتح عندكم ستغينا تيك تايم شوي فتح فتح معكم ممكن تعيدي هالخطوة ممكن تعيدي طيب إن شاء الله نقفل مندلي الآن دخلتوا على جوجل سكلر أهم شي دخلتوا على جوجل سكلر ولا لسه أيوة طيب أضغطي أكتب أي أي عنوان مثلا أنا هكتب هان جسترز اكتب أي عنوان أو اكتب أي عنوان هل يطبق على أي صفحة افتحها لا يفضل تتقلين على جوجل سكلر تتقلين على أي داتي بيز يكون موجود فيها الأوراق العلمية بس تتفتحينها مثلا على مثلا على جوجل براوزر كذا يعني قد يمشي قد ما يمشي أنا قد جربت هذا الموضوع بس أنا مثلا هذا تفتحين على جوجل سكلر ولا سكوبس ولا مدبي آي أو whatever ما عندك مشكلة طيب الآن نوريكم نفتح الآن لايقونا نشوفوا لايقونا فتحتوا لايقونا ظهر لكم الآن ظهر لكم الآن الموجودة في الصفحة هذه خلاص شوفوا كلها نفسها موجودة هنا طيب شوفوا recognizing hand gestures recognizing hand gestures وخلافه طبعا قولي أنا صراحة أبي كيف أضيف الآيقونة أنا الآن مثلا recognizing hand gestures عجبني خلاص طبعا إحنا يظهر لك طبعا هنا view pdf طبعا فيها موجود أو ليس موجود خلاص تختارين مثلا هذه أوكي ممكن تحتى تختارين هذا خلاص يعني يعني يتدخلين على نفس الريفيرانس وتفتحين مندلي وتختارين أو قد تظهر لك أحيانا في الصفحة التي فيها المراجع كاملة خاصة في إذا كانت موجودة أول مرجع كيف أضيف الآيقونة أي آيقونة من 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 وهذا طبعا من 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 نشتغل على أول واحدة أوكي طبعا نرجع مرة ثانية صبحتنا أنا الآن شمان حوص طيب نقول هانجسترز أغضط على إقونة المندلي يعني نشوف القوام أختارها يعني أضيفها طبعا هذا هنا أعمل أد وين رح ينقلني رح ينقلني رح أضيفها في مكتب خلاص طيب وين نشوف رح أوريكم الحين هل هنا طبعا شان أنا ردي طيب رح أوريكم هنا في الويندوز هنا خلاص نعمل لها synchronization رح نشوف recently added شفتو واضح واضح أي وخاصة انضافت هنا انضافت عندك بالويندوز نفسها رح تشوفونا موجودة أيضا في الويب virgin يعني لو تفتحين على الويب virgin رح تلقينا موجود مثل ما هو لنحنا عملنا قمنا بعمل بعملية المزامنة طيب هذا طبعا اللي هو الامبورتر طيب يا دكتورة خلصنا الامبورتر هذا عاد سهلة يعني وانتم تقدروا تدخلون داخل وعلى تختارون خلاص تدخل على المرجع وتختارون وتضيفون تعملون لآد وهكذا هذا ميزة الامبورتر طيب لو سمحتي أختي ممكن بس تقفلين المارك طيب رح نرجع الآن لنسخة اللي هو الويندوز كمان أضيفوها عندكم Microsoft Word is currently running عمشان عندي ف it has to be closed so yes رح تشوفون كده موجودة متواجدة عندي عمشان نشتغل عليها فأضيفوها عندكم من هنا الحين بالجميع يضيفها عنده كلكم أضفتوه كلكم أضفتو اللي هو المندلي في الويندو لكن ما تطلع في الورد تطلع تطلع في الورد وإذا ما طلعت نشوف خيار ثاني هذا طبعا كيف نتج جميل هذا إن شاء الله رح يتعرف عليها يا جاب بدنا يتعلم بس أخذ بس أخذ نحط كل شيء بعدها رح نأوريكم هذا كله كيف هو كيف نعمل عشان نشتغل على الورد أضفتوه أملتوه موجود عندكم طيب على ما أنا الحين أشرح اللي هو الأجزاء البرنامج أتمنى من الجميع أنه يضيف المايكروسوفت وورد بلاج إن ما مشت الأمور في مشكلة عندكم هو خلاص من هنا رح يطلع لكم عيقونة كده كاملة طبعا من لسبة لي أنا عندي موجودة في الورد واتحملينها وتصبح متواجدة عندكم بيتكون آخر عيقونة في تبويبة إذا ما مشى من هنا الحين يا من يا هنا يا هنا خلاص واضح واضح طيب من تبويبة tools تعملين installation طبعا مثل ما قلنا نسخة اللي هو المندلي رح يكون موجودة في الورد ما ظهر لكم سبحان الله صارت مشكلة حتى رح نشوف الآن مشكلة أنا أوريكم المشكلة صارت لي أصلا أنا قد تحدث لكم تقدريت تنتقلين إلى الخيار الثاني يعني هذا وهذا خلوا عندكم هذه وهذه تضغطين عليها ومن هنا تضيفينها عندك أوكي أهلا هل لازم الورد يكون مثبت عن طريق الإيميل نفسه إيه نعم لازم لازم يكون عندك هذا بالجامعة إذا كان عندك إذا كان مسجلة عبر إيميلك الجامعي لكن غير كذا ما 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 ينفع أوكي الجامع أوكي أبي كلكم ياس ها مش الله نفس الأسماء وين الباقي وين الباقي 47 طيب طيب ممتاز ممتاز بس أبي أبيكم معي أول بول عشان شاء الله بدني تعال بعد هذا الورشة الجميع يعرف كيف يستخدم المندلي طيب شفنا الآن الصفحة أمامنا هنا مثل اللي شفتوه في الوеб Virgin هنا هل هو الفائرات الأوثر نيم طبعا هي تفاصيل المرجع تايتل واليير اللي هو تاريخ النشر أو سنة النشر والأين منشور بأي دور نشر أي مجلة وجودة في دور نشر ومتى تم إضافة المرجع هنا زي ما احنا شايفين طبعا هنا أيقونات النفس اللي هنا موجودة هنا بس طبعا مختصرات يعني اللي frequent uses الاستخدامات لنستخدمها باستمرار في هذه تكون متواجدة مثل ما احنا شفنا طبعا إضافة هنا في ايقونة إضافة بولدر نضيفها يعني نقدر نسحبها مثل ما قلنا وسينكرانيزيش مهم جدا عم تضيفين أي مرجع عبر الويب ولا عبر الليب ولا عبر إن شاء الله حتى عبر الجهاز عندك ملفات اعمل السينكرانيزيش ليش دكتورانو عشان جميع النسخ تكون متواجدة فيه هذا المرجع المضاف اللي تم إضافته في أي نسخة طبعا هنا زي ما احنا شايفين اللي هو القوعام الجانبية عندنا all documents عمامنا كلها all documents recently added اللي تم إضافته recently read اللي تم قراءته عندكم favorites needs review ليش needs review يا دكتورة إن ممكن المعلومات تكون فيها غير صحيحة وغير يعني لم يتم التأكد منها نصحتها ف yes تشوفين هل هي correct or not يجيك هنا details need reviewing you can mark them correct or search and طبعا details are correct معنا مشكلة وهكذا وخلاص راح تروح my publications اللي هو الأوراق العلمية تم نشرها من قبل من قبلك وبعد insorted معنات الأوراق اللي كذا مبعثرة موجودة ملفات موجودة لم يتم حصرها أو تصنيفها تصنيفها عبر المجلدات هذه يعني خاصة كذا عشوائية موجودة طبعا هذه الأوراق اللي تم تصنيفها أنا أخذت الأوراق اللي من هنا ورحت وعملت لها إضافة سحبتها وأضفتها في المجلدات اللي أنا أبيها لشان ما بيأحس نفسي أنا عندي صراحة أنا راح أعمل ورقة بحثية عن ادي فيك أنا راح أعمل ورقة بحثية متعلقة بالAI فأنت تجمعين جميع طبعا المراجع وتضيفينها في هذا المجلد عشان ما تحسين نفسك لأنه عادي all documents فيها 700 800 ألف أكثر أكثر يعني أوراق علمية تستفيدين منها وهذا أنصح فيها طبعا دايما لأنه الآن عندكم كل شيء مفتوح في الجامعة فكل شيء أنت تحملين كل حاجة تحملي أوراق علمية كتب بعدين أنت هنا صنف فيها صنف فيها على حسب طبعا وهو title أو الموضوع أو أي كان طبعا هذه كلها مثلا إضافتها hand gestures ناس المثال نتخيل أحيان كلها دي fake hand gestures أنا صراحة أبينقلها هنا خلاص جت أوكي كده طريقة وcreate folder هنا تحمل create folder والله أنا بسميها أنا عندي أوراق بسوي والله بحث عن deep fake أو deep fake خلال deep learning خلاص ديب learning أنا رح أسحب الأوراق طبعا المتعلقة بموضوع deep learning من هنا نعمل create folder معي كلكم ممكن تدين شرح فائدة synchronization نقوم بعملية المزامنة بين أكثر من نسخة نسخة طبعا للبرنامج من خلال لما تقومي بإضافة أي مرجع في أي نسخة direct لي هذه النسخة رح تكون متواجدة أو موزعة على باقي النسخ هذا الشي حلو يعني لما تضيفين والله الورقة هذه ضفتها عندك بالجهاز تعملين synchronization direct رح تشوفينه موجود في نسخة الويب ونسخة الويب هو بنسخة الويب مثلا هو موجود في نسخة الويب فهذه فائدة المزامنة يعني أنت بتلقين الورقة في كل النسخ ومو بس في نسخة واحدة بس في الدسكتوب لا تلقينها حتى في المكتبة على سبيل مثلا موجود هذا النسخة على جهازك في البيت بس أنت تبي تشوفين الورقة تذكرت أن الورقة هذه مهمة تبي تشوفينها مثلا لما تروحين الجامعة وتطلعين مكان معين تذكرتها تبي تقرأينها تقدر تلقينها في نسخة الويب اوكي ابتهال مفهوم تبتها الواضح اوكي معي كلكم لعيد شي واضح كل شي واضح حتى الآن طيب مثل ما عقلنا الـ groups هذه external libraries تضيفين external libraries فيها هنا عندنا الـ groups تذكرون ما قلت لكم أنه تبعين أنت تعملين create الـ group معين تغطع الآن create group name of your group نسمي اللي تنتابينا مثلا نسميها group deep learning خلاص create group طيب تحطين الـ addresses اللي هو المؤلفين اللي معك اللي يودك تتشاركين معهم خلاص تحطين جميع الـ email لأنه رح يوصل الشخص المراد رابط المشاركة على email على أساس يقدر يدخل ويدخل يعني معك الفولدر وطبعا تشارك معك المراجع هذه مرة حلوة مرة حلوة خاصة بلصار في فرق بحثية طيب هنا أيضا رح نشوف الآن filter by author اسمها طبعا هو مرتبة ومصنفة حسب اسم author أيضا ممكن author keywords ممكن my tag publications كل هذه رح تظهرها هذا الفلتر عندنا هذه الآن نفس اللي هو زي like ال box space رح تظهر في قائمة المراجع كاملة بال details مثلا نحن بقى الشرع لهذه هذي هو deepfake أحد من المراجع رح تظهر لنا details ذكرونه اللي شفتو في نسخة الويب هذا العنوان تبدو تايرينها أصلا عندك مجانا تايرينها طلع في خطأ وعلى سم مثال تبدو تعدلينها منيوالي you can do this الآثور as well هذي الضغطين رح ينقلك حالا إلى نسخة الورقة في برنامج مندلي رح تظهر لك هنا اوكي ضغطت عليها ايضا عندنا الابستراكت موجودة وكتبت تعدلون عليها عادي جدا هنا طبعا المعلومات الير والvolumes والبيجز والتاغ رضي في انتاغ معينة author keywords الورقة العلمية اللي هو صفحت نقل فيها صفحة المرجع وهذا طبعا الcatalog ids والفايل الفايل طبعا هذه لما تضغطين عليها رح يفتح لك هذا رح يتكلم عنه اللي هو ال pdf فايل وايضا other settings مختلفة ضبط ضبط مختلف طبعا هنا تكتبين النوت اللي انتتابينه مثلا وريتكم في نسخة الويب مثلا الحين انت عندك الورقة العلمية تقولين أنا والله أنا بتذكر بكتب عنه شي مثلا أنا هذا الورقة سوف أكتبها مثلا أو سوف أناقشها بلا 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 وتكتبين هنا النوت وطبعا هذه أجزاء أجزاء الورقة العلمية content بعد الآن أوكي مفهوم أعيد ماضح طيب جميل وطبعا هذه الفونت أشكال الفونت جميل جميل طيب طب يا دكتورة نورة طبعا انت تكلمت عن المراجع وقلت عن الديتيلز طب احنا نبي الورقة العلمية نفسها يعني بدل ما أفتح البي دي اف وحوس نفسي لا 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 ما يحتاج أنا بأفتح الورقة في نفس المندلي وحط تعليقاتي عليها وطبعا عندي ما نضاف على صفحة البيب هذه من هنا من موجودة بعد تضاف لك في كروم يتضاف لك في سفاري على حسب البراوزر عندك طيب نخلي طبعا آخر شي الأسئلة وش رايقهم يعني عشان يعني أسئلة هذه نخلي في الأخير نحاول حين بس نمشي مع بعض طيب مثلا هن فتحت الآن اللي هو الورقة العلمية فتحت لكم هذه من هنا تضغطون على الورقة العلمية خلاص هنا هذه deep fake new threats ظهر لكم ما بيروح ال pdf وحصو سيخة صابية كله في نفس البرنامج فتح لكم الآن كان نسخة pdf في عندكم هنا خيارات كثيرة للتعديل والله أنا عجبني قرأتها حلوة كويسة أنا صراحة بيعملها هنا nowadays deep fake videos can create born أوكي ألين هنا وبعملها copy خلاص عشان بس ما أنسى copy طبعا خلنا نروح نمشي على copy copy وبضفها هنا في النوتة أو لا مو بس حتى في النوتة تقدروا تحطونا في الورد كيف كم عادي خلاص أو تبيد أن تضيفينها في الورد it's up to you ما عندك مشكل أبدا لا أنا ما بكذا أنا أبي أعملها highlight يعني it's a significant information وأشوف أنه مهم مثلا على سبيل المثال والله هنا أنا ملاحظة خاصة إحنا مثلا أنا أقول مثلا أنا أبي أشوف خلاص أبي أتكلم من هنا مثلا أشوف أن هذا معلومة مهمة خلاص أنا رح أعمل لها highlight خلاص highlight وعلى كيفك أي لون تابينها بال highlight تابينها أزرق تابينها وردي تابينها أحمر اللي تسابينها خلاص وعلى كيفك أي لون أحب تابينها 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 وأحب وع Lana تابينها وقل شيئي نحب طبعا طلع لكم لون بعد قلب لها لكم بعد خلها أورنجي يعني هو اللون الأصفر مع الورد يقلب أورنجي كخليط لون طيب أنا عملتها هايلايت أنا أبي لا مو بس كده أبي أحط عليها نوت أوكي أبي أضيف نوت عليها ناد نوت تكتبين خلاص هذه مرة مفيدة صراحة في الأوراق العلمية وفي الثيسز مرة مهمة جميل هذه بالنسبة بدل ما تستخدمين البي دي اف اللاماندل يوفر لك هذا الخيار عشان ما يحوسك عند قراءة الأوراق العلمية طيب خلصنا منه طبعا فيه خيارات ثانية هنا نوت وفي البان نادلين أنت تتحركينها هنا سليكت سليكت تكست ريكتانجل طبعا تعملين زي مثلا هنا شكل طبعا مستطيل تحديد على شكل مستطيل أيضا هو زوم إن زوم آوت وزوم توفت وسينكرانوزيشن طبعا إذا كان فيه مزامنة وخلافه في أي سؤال معي؟ أبي كلكم الآن طبقونا طبقتوه افتحوا يلا افتحوا الحين ملف بالملفات أضفتوا ملفات عندكم ولا لسه؟ ممتاز يا هود ممتاز يا دلال مين كمان؟ أيقونات أقل من اللي عندك؟ أيش يا هيفا؟ أيقونات أيش؟ في الماك هذا الماك أيقونات عندي هذه أنا ماك هذا هو الأقصة أيقونات اللي هو الشريط شريط الأدوات؟ غريبة أنا هذا اللي عندي هنا كلهم أتوقع هي يا دكتورة على مندلي ويب خلي أتشيك آه مش على الويندوز أنت من تي على الويندوز يا هيفا؟ هنجسين نشرح على الويندوز نسخة الويندوز أجل إيه ماك ماك بس أيش النسخة أنت جالسة أنت تتكلم عن أي نسخة ويندوز ليس معذرة ويندوز اللي هو نسخة الديسكتوب آسفة معذرة أيو ديسكتوب مزبوط إيه لا أتوقع لا أطب آه أوكي خلاص هذا رح تلقينا في نسخة في نسخة الديسكتوب وأنا طوال وقت أقل ويندوز مندلي ديسكتوب يس أعطيك العافية أخوي دكتور علي جميل كلكم معي في أي سؤال؟ في أي سؤال حد الآن؟ واضح ابتهال من كمان لا تمام كويس يا منيرة من كمان أعطيك العافية الله يعافيك أديمة من كمان؟ إلى حد الآن أوكي طيب نرجع الآن للميليبري طبعا شرحنا هذه الأجزاء كاملة الآن نبي تقريبا هذا التوز يا check for duplicates اللي سأل قال لي يا دكتورة طبعا عندك كان في نحن نقول مراجع متشابهة وأنتم ما تدري رح تضفت لك كم مرجع متشابه نتكلم عنوين هنا وضغط على هذا الأيغونة check for duplicates طلع عندك two sets of duplicates found in all documents كل الدوكيمنت لقيت الآن two two references متشابهة طبعا تروح أنت الآن عادي جدا أنك تحذفها أنا وين cancel 100 merge هذه الأجزاء تكون أوكي لا ما مشكلة بس أنها يعني يعني زي ما يقولون كتر عليك يعني يعني بتصير بدل مثلا كأني قضفت two references بس والله هي عادي يعني طيب شغلة ثانية إن شاء الله ما أنسى هذا all documents نرجع كمان طيب هذا خطوة check the duplicates خلاص no duplicates all found خلاص أنا شلتم أوكي صحفي merge من هنا من tools check for duplicates حلوية واضحة شو ما يظهر عندك دلال موجودة في tools check for duplicates طبعا يمكن نسخة الويندوز اختلف شوي يعني ممكن استخدم محيماك ف قد تكون موجودة في tools اصلا قد تكون موجودة او ممكن هنا عندك في الخيارات لا موجودة في tools موجودة في tools موجودة يا عهود طيب شغلة ثانية أنا بصراحة أبي أحذف والله أنا طفشت أنا بحذف صراحة الفولدر هذه ماحتاجها قد سويت publication وضحت وقضيت بعمل remove للفولدر بس تتوقعون أن الملفات داخل هذا الفولدر رح تنحذف طبعا احذفت الفولدر اوكي خلاص الحذفت رح نلقاها في ال unsorted files يعني كأنها بتنتقل إلى الدوكيومنت هذه شغلت كل الملفات الموجودة طبعا في ال unsorted رح نحصلها موجودة فيها يعني الملفات هذه ما رح تنحذف رح ينحذف في الفولدر نفسه بس الملفات داخلها ما رح تنحذف رح تذهب إلى ملف ال unsorted الغير منظمة أي وخل لها بدون ملف صحيح برافو عليك طيب اعتقد انه طبعا هذه open file externally open file externally رح تنقلك رح تفتحها لك بالPDF في خيارات كثيرة صراحة قد باني ممكن انا متكلمت عنها بشكل عام بس دقائق طبعا هم ماركس هم ماركس أوف read unread favorite and non needs to review reviewed هذه كلها مهمة الكوبيز نسخ تكون بأي بأي فورمات انت تبيها export عادة تصدرها وهنا تصدرها مع شروحات انت تضيفها بالجميع التفاصيل انت تبيها إلى ملف آخر أو folder آخر والselect all طبعا كلها رح يتم تحديدها وطبعا delete document طبعا شلون يا دكتورة هذه لو تبيت تحدفينها اضغطع هذا delete document خلاص هات تحدفين وتحدفين نفس المرجع بس لما انت تحدفين أو انت تحدف للfolder هذه لا رح ترجع إلى unsorted أو all documents هنا الفضل حلو لحد الان انتم معي في أي سؤال على نفس البرنامج عشان رح ننتقل إلى كيفية إضافة الاستشهادات والاقتباسات وال هو references قائمة references واضح كلكم تمام حلو حلو ممتاز طيب الآن رح نروح إلى اللي هو مفتحت الآن ملف word عملا أنا أريد يضعي فتها وجاهزة حلو وريكم المشكلة أنا طبعا وقعت فيها طبعا هذا الآن ملف الword نحن عملنا installation لل window نسخة الword طبعا رح نشوفها رح نشوفها في الصفحة واضحة عندكم أي واضحة طيب رح نشوف الآن references عندنا لقينا موجودة هذا هو طبعا اللي هو مجموعة أيقونات اللي هو windows بالخيارات كاملة وأيضا عندنا هذه خلاص اللي هو اللي وريتكم يعني أنتم تقدرون تعمل installation للويندوز بلوغ هنا أو من هنا ستكون صفحة كذا لوحدها قد تسبب لكم مشكلة هنا أنا عني لصات مشكلة بس ممكن أنتم ما سروا لكم مشكلة بس خلنا نروح نشوف أنا على سبيل المثال طبعا عملت كذا رحوا الآن أنسخوا لكم أي نص بسرعة رحوا أنسخوا لكم أي نص عطيكم دقيقة واحدة أفتحوا الآن برنامج وورد وانسخوا أي نص تشوفون عندكم واللي تنسخ تكتب لي تم النسخ ممتاز اتها من كمان برافو يا عبير تم نص ممتاز عهود دان ممتاز يا عبير ممتاز يا وضح نير برافو هيفا برافو برافو يا فاطمة ديما برافو طيب الآن طبعا نسختوا النص أنت وديت تستشهدين طبعا أنت خلاص كتبتي الآن طبعا النص موجود عندكم تقوليني هذه أنا صراحة نسختها اقتبستها من مرجع ما أوكي طبعا في مندلي يعني يفضل بعد طبعا النص راح تضغطين تحطين المؤشر ويتروحين إلى أنا بوريكم المشكلة اللي وقعت فيها طبعا اللي هو insert or edit citation أنا هنا تطلع لمشكلة بصراحة ممكن أنتم نتضبط معكم اللي يضبط عندها طلع لها زي المربع تجيكم زي المربع يعني عني بتطلع لهذه المشكلة يعني بس أنا في طريقة أخرى صرت أسويها من اللي يضبط عندها فتح عندها الـ insert طلع لك مربع طبعا المربع هذا راح فيه زي مربع نص fixbox تضيفين فيه طبعا أنا راح أشرح لكم والله أنا ما أظهر لي حاولت صراحة بس أن تظهر لكم مربع نص تكتبين فيه يا اسم المؤلف أو حتى العنوان أوكي في نفس المربع النص جربوها وبعدين حطي على بعد ما تكتبون تضغطين على insert وفي طبعا citation نوع citation من اللي يضبط عندها طلع لها مربع خلينا أشرح لكم هذه طبعا الأيقونات هذا insert وإدت citation طبعا تم إضافة المرجع أو تعديل على المرجع هنا عندنا merge citations ممتازة عهود merge citations إذا كان في النص الواحد أكثر من مرجع أكثر من اقتباس نقول تعملون هذه الحركة والله أكثر من واحد ضغطين من هذه الحين أنا واحد اثنين ثلاثة مجموعة راح أعمل لكم هذه أنا راح أوريكم إياها بس باستخدام طبعا عملية تراجع refresh عملية refresh إذا طبعا صارتي لخبطة بترتيب المراجع ما ظهر لك والله شلت وأضفتي refresh أحيان تضبط أحيانا لا قد ما تضبط بس إن شاء الله أنها تضبط هنا export as طبعا هذه ما معنى تدام أنتوا تخلصون كل شي وأضفته طبعا هي اللي هو الأرقام الاستشهاد على حسب طبعا الاستشهاد ما يكون last name والpublishing year واللي يكون على حسب نوع نمط الفهرسة اللي هو citation format IEEE الترقيم أو رقمي الAPA لا اختلف اللي هو last name والpublishing year وهكذا ما تبين هذا يوضح لمشرفك فإيش تختارونها export without mentally fields أوكي لأنه قد تظهر insert biolography بعدما التضاعين هذه اللي هو الترقيم الاستشهادات رح يظهر لك اللي هو المراجع المنسقة بيكون لازم تضعين تحت آخر صفحة اللي هو قائمة المراجع وهذه طبعا المراجع اللي منسقة على حسب نمط فهرسة معينة يعني مثل IEEE هذه فهرستها بس تسوينها أول مرة يعني هذه أول مرة تصير بس خلاص كل مرة أنت بتضيفينها تعمل insert direct reference رح يطلع لك هكذا 1 2 3 4 5 يعني ما ترح تسوينا بس سويها أول مرة هذا referencing open مندلي طبعا تفتحك آيقونة مندلي خلاني نشوف نجرب إن شاء الله يضبط طبعا هنا عندي ضبط تختارين طبعا النوع أنا IEEE done بس هنا يرجعني لكن هذي ليش إيش فايدتها إذا ما ضبط عندكم insert ما ضبط ما ظهر لك ترجوحين تقدير تروحين لopen مندلي وتختارين لابن هذه خلاص تصير done تظهر لك هنا المراجع تختارين المراجع اللي تابعينها بعد أنت تضغطين على زر site رح ينعمل insert عندك على النص أوكي بس أنا مضابطة عندي وهذه طبعا الستايلات اللي أنت تابعونها هذا كل الستايلات طبعا نفسها ترى هنا موجودة الورد يوفرها كما هنا هذا بعد توفرها الورد موجودة في الورد اللي يعني ما يستخدم مندلي يقدر استخدمها من هنا أنا كمان استخدمتها وجيدة وفعلا ظهر لي نفس الفورمات بضبط هذه كمان insert citation وصيتيشن هذه مضبوطة من already خيار يعني متوفر من قبل الورد طيب هذا يا دكتورة ما يطلع عندي merge citation أنت يمكن windows أنا أنا عني ماك ماك يظهر لك merge citation بس أنت الwindows أعتقد أنه كله في خيار واحد هذا هذا الwindows أكثر من واحد تضيفينه وخلص عملها enter وتظهر لك أكثر من واحد من هنا من هنا إيه إيه ابتهاء طيب أنا على حالتي ما ضبط نشوف الخيار الثاني الخيار الثاني هذا هو خيار الثاني أوكي طيب رح تظهر لنا طبعا هنا المندلي سايت خلاص أوكي هنا طبعا الأوراق العلمية اللي عندي كلها موجودة في المكتبة بس لازم تكون المكتبة مفتوحة يعني مو مقفل الwindows قل ليش الله ما فتح لا لازم تكون already انت عام ل sign in ال virgin desktop على أساسها طبعا رح تظهر لك اللي هو قائمة المراجع طبعا هنا على سبيل المثال أنا رح أحط المؤشر هنا أوكي وأختار هذا المرجع وأعمل insert citation رح يظهر طبعا directly شفتش قلت لكم بسرعة رح يعني automatic رح تنظف في قائمة references جميل مفهوم الباقي مفهوم في أي سؤال أو نقطة مش مفهومة نعيد مرة ثانية الحين نقول لا أنا أبي أعمل merge والله هذا النص فيها أربع مراجع أوكي خلنا نشوف يلا أنا الحين هنا أعمل أعمل يلا أعمل 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 الله يسعدك الماك بسرح طيب الآن بحط المؤشر هنا قبل طبعا النقطة خلاص أختار أنا بختار واحد ترى موجود ترى إذا صار موجود 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 يعني قد تستخدمين المرجع في أي نص موجود في الورقة العلمية ولا حتى الثيسز نقول 1 2 3 4 خلاص أنا بضيفها أنا خدتها من هذا اقتبستها أو عملها برافريزنج من هذه المراجع أنسرت طلع علي من 4 إلى 7 طبعا بقول لكم شغلة اللي هو IEEE أنا عني شخصيا بعضها حسب المجلة بس في الغالب لا في الغالب ما تكون كذا تكون يعني هنا محددة أنت تكتبينها كتابة يعني 4 ننطفين 5 لأن هي كذا زي و 6 و 7 كذا ترى اللي قصة نتكلم عن تخصصات الكوميترسانس والإنجينيرينج كذا طريقتهم بس هو المندلي يقوم بعمل زي الرينج مدى بين طبعا نتكلم عن الترتيب المرجع طبعا المرجع الأول إلى المرجع طبعا الأخير يعني يرتبها لك بهذه الطريقة يحط لك زي الداش بالنسبة على حسب أنت تشوفين تأكدون بس من النمط الاستشهاد بالضبط حلو؟ في أي سؤال؟ طبعا هنا تظهر لكم اللي هو طبعا هنا ستايل تختارون ستايل وهذه طبعا اللي هم المعلومات المؤلفين وهذه طبعا بيوليغرافي وريدي أنا عملت لها نتخيل الآن خلي أحدف لكم عشان يعني خلينا أحدف طيب أنا بيضيف خلاص شوفوه بيوليغرافي نعطي المؤشر عليه will be inserted طيب بس نحية نتظر لنا كده أوقف أهلا ليش أهلا هل جاجه أهلا يش صح برابة يا حمد شكرا يا حمد طيب مفهوم في أي سؤال سؤال استفسار لابي الجميع يكتب لي مفهوم ولا التابون أي سؤال وإياك حبيبتي عهود وإياك الباقي مفهوم خطوة الديبليكيت طيب نشرح خطوة الديبليكيت من كمان طيب واضح طيب هلنشوف نروح لنا خطوة الديبليكيت طيب هنا خليني أنا أنسخ خلوني أنا هنا ونضيف ملف add file من الفايلات اللي عندي نشوف خلالي نضيف هذه مثلا حسنة موجودة أنا الآن راح أروح للتولز طبعا ما عندي دبليكيت حتى لهذه مش موجودة خلنا نضيف كل الفولدر add folder كله أوكي صار عندي دبليكيت يا عهود خلاص على Windows شون على Windows طيب إن شاء الله يحمل هذا الآن أضفت يعني صار عندي دبليكيت أوراق يعني في أوراق منسوخة أكثر من نسخة طيب شوفوا هذا طيب أرجع مرة ثانية check for duplicates صار عندي دبليكيت هنا خلاص أشيط طريقة نعمل لها merge خلاص has been merged ثم دمجها أوكي مرح يكون موجود خلاص check for duplicates no duplicates مفهوم يا يا نها الله يعافيك طيب ترجعي شوي تشرحي كيف تضيفي ورقة جوجل في مندلي يا حمد من هنا تبيها وين Windows ولا نسخة Dropbox نسخة Desktop إذا كان نسخة الديسكتوب من هنا طيب add files تختار files يعني تختار فائل انت تبيه ولا اصلا تبدأ تفتح كذا هاوريكم بعد هذا خالوني هذا طيب تبدو نسو نسحب شفت تقلت تسحبون بس انت 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 اختار خيار اوكي تختار اللي تابعون من هنا او والله folder باكمله folder كامل باللي فيه ها folder متكامل بهمية 120 من الكم اللي تابعون تضيفون و راح نعمل اضافة كاملة what's the difference between mentally desktop and mentally reference manager هو نفسه هو نفسه يا عبير هو reference manager هو اداة منظمة للمراجع لمكتبة المراجع عندك بس نسخة الديسكتوب هي نسخة من طبعا مندلي عنده نسخ مختلفة يعني فيه نسخة ويب وفيه نسخة في الديسكتوب كبرنامج وفيه نسخة مثلا اذا عنقو فيه للتمبلت نسخة لو في بعد لو في مندلي reference manager الدكتورة اقصد اعتقد حمد قصد اضافت ورقة من google scholar اللي عدو وصفة google scholar طيب طيب يا حمد هل نروح لا ما يخالف هذا هذا google فهمت قصدك يا حمد طيب شف يا حمد انت معي بgoogle scholar افتحها google scholar او scopus او او اي database ايوه فتحت طيب في طريقة بعد ترى هنا من بس بس اعلمكم بعد انت اتذكرها من هنا تختارون 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 اي واحدة منهم تضيف لكم اوكي قد يعني تنفع هنا النوت راح تضاف لكم اللي هو الفورمات نفسها اوكي هذا لو يعني عندكم نوع يعني نوع مثلا مثل يعني ذكر عندكم مرضم زي برامج مرضم زي النوت خلينا خلينا على برامج نشوف هذا هذا تضغط عليه حمد ضغط عليه ضغط على ايقونة مندلي ايقونة طيب بتظهر لك طبعا على كيفك يا انها انك والله بتشوف اللقائمة موجودة وبتختار منها مو كل شي موجود بس الاقل اللي موجود او تدخل على الورقة نفسها خلاص انت ما تبيط يا الله انا ما بك لا لنفس احجب من هذا الورقة طيب مو عندي لازم تحملها يا حمد حملها من مش كنتي قفلت دقيقة قلت انا محملها من من هنا محملها من هنا من هنا حمد معي معك طيب من install web importer اذا حملتها directly راح تجي كايقونة هنا جميل طب خلاص انا اخترت انت اعجبتك هذا الورقة اضغط عليها تب تطيف عندك خلاص اضغط على الايقونة هذه هتطلع لك دايركت خلينا نختر الورقة ثانية اخترت هالورقة دي خلاص نفتح الكونة مندلي خلاص هذه تختارها طبعما فيها pdf فايش بسوي اضغط عليها اشر عليها ثانية بس هذا ابي هنا add طيب وين راح تلقى هاد الورقة راح تلقاها ترى في الويندوز هذي بس سوها اول شي synchronization لانها ترى موجود عندكم في نسخة الويب محملة في نسخة الويب طيب هنشوف هجت ولا ما جت بس اتأكد do conversation هنشوف نسخة 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 سمي سمي محملة ويندوز يمكن محملة استخدام الويب او استخدم من الوورد او لا موجود عندي حاليا في نسخة الماك بس بالنهاية هي يعني العمليات موجودة فعلا أيما تنصحون باستخدام إيش يا حمد الميندلي رفرنس مانيجر الميندلي ديستوب لأنني عندي موجود الميندلي رفرنس مانيجر مختلف عن اللي معك هذا ما أصدار عندك ما عليش يا دكتورة لا أنت ركزوا على الدسكتوب لا تنزلوا الميندلي مانيجر هو الدسكتوب من وين أنتوا قدرتوا من وين حصلوا إصدار اللي هو المانيجر أنا ما أذكر أنني سوى دونلود اليوم سوى دونلود اليوم سوى دونلود اليوم سوى دونلود اليوم آه أوكي مكسنسي كده أنا عشان عندي الأقدم وفي واحدة من المشاكل اللي نحلت اللي هو تبع جيت سايت مندلي اللي قلتي عنها يا دكتورة اللي هي أحيانا ما ينفتح الورد بالإنسيرت الورد هذا يقولوا يقولوا الأفضل الحل فيها الحقين الماك طبعا الحقين ويندوز مزبوط معاهم الأفضل الحل فيها أنه يحملوا الأفضل الحل فيها تبع الماك أتوقع لها لنك غير ما موجود في موقع مندلي إن شاء الله بعدين نشاركهم هو بس الآن أحسن حكي على الأشياء مهمة جميل جميل ممكن أحيانا الأفضل الحل معك حق الأفضل الحل تكون أحسن مرات من الأفضل الحل خاصة لك نفسها ما تصير متوافقة أصلا مع مع اللي عندك يعني قد أو تكون تسبب لك مشكلة زي واحدة من واحدة من الزملاء أو واحدة من الزملاء جاءت إنها 64 هي جهازها 32 مزبوط مزبوط ومعروف إن البرامج ما تفتح إلا على 64 وهم الأفضل ترى لهم إنه يحملوا فقط مندلي ديسكتوب أنا عارف هم لخبطوا بين مندلي ويب ومندلي ديسكتوب ليه بس أحسن أحسن أن أنصح شوفوا خلوا لعندكم Virgin Virgin الويب مهم ليش مهم مهم لما تنتقل يعني مثلا أنت ما استقتم جهازك سبحان الله خرب الجهاز whatever إلا عندك Virgin موجود في الويب يعني أو مثلا الريفرنسز الموجودة أنا زي نقول حنا أحد أحد أنواع التخزين السحابي حنا نسميه يعني اللي هو الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتينج كلاود كلاود كمبيوتينج بروغرامز فهذه يعني العقصة يعني على قولاتكم تخزنون جميع مراجعكم هناك للاحتياط لو خرب لو مدري إيش لو نعطب عندكم الخرب أو نعطب البرنامج اللي عندكم نسخة سوف نشوف هذا ما يفتح كيف ما يفتح طيب في أي سؤال استفسار عندنا الآن سبع دقائق قبل ما ننهي فلشتنا اليوم وإن شاء الله قدمت لكم شيء يعني قد تستفيدون منه بالنسبة مثل ما قلت المندلي طبعا نرجع اللي هو الpowerpoint تبعنا شكرا لكم على الاستماع وإن شاء الله نقدمت لكم على الأقل حاجة تستفيدون منها خاصة في بداية يعني مشوار الدكتورة أن الكل يحتاج هذا البرنامج في أنواع أخرى ما أقول لكم اللي هو انوت بس أنها طبعا غير ما هي ببلاش وريف ووركس يعني it could work بس بهم مثل صراحة المندلي حسب أنا خبرتي فيها وزيترو حلوة أنا جربتها مع بعض الزملاء بس استخدام الأكثر كان على صراحة المندلي ف أعطيك يا عافية دكتورة ما قصرتي شرح وافي جميل الله بسط المعلومات وإحنا دورنا كنادي سعودي نشكرك صراحة على الدورة الجميلة هذه إن شاء الله طبعا بإذن الله في دورات قادمة بإذن الله تعملينها مع النادي إن شاء الله بإذنه تعال ويعطيك العافية أخ علي وشكرا جزيلا لك على يعني على هذا التنظيم الجميل جميلة جميلة يحتاج إن شاء الله حينزل التسجيل للدورة على حساب النادي في تويتر الله أعطيكم العافية جميع شكرا لك يا دكتورة والله العفو والله يسعدك أي سؤال أخير قبل ما نقفل الوركشوب أيوة مسجلة نعم مسجلة في أي سؤال أخير قبل ما نخلص الله أعطيك العافية دكتورة شكرا لك الله يسعدك وإياك وإياك بالعفو عزيزتي شكرا لك شكرا لك شكرا لك